استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزق سفير اليابان في القاهرة وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وخلال اللقاء ثمن المستشار عبدالوهاب عبدالرزق بدور اليابان الحيوي في مجالات النقل والصحة والتعليم وغيرها من مجالات التعاون من جانبه أشاد السفير الياباني بما تشهده مصر من تطور ملحوظ في مختلف المجالات لافتا إلى رغبته في تفعيل جماعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية